مرحبا بالجميع نشرح في هذا المقطع كيفية إضافة قفل للتطبيقات في هذا الهاتف وبتالي تحمي تطبيقاتك من أي متطفل كيف ذلك نتوجه إلى الأعدادات ثم نمر إلى الأسفل حتى نصل إلى خيار الخصوصية نضغط على الخصوصية ثم هنا نضغط أيضا على الخصوصية في الأعلى نضغط على الخصوصية هنا نختار قفل التطبيق نضغط على قفل التطبيق ونقوم بتفعيل خيار قفل التطبيق إذا نقوم بتفعيل خيار قفل التطبيق هنا يطلب منك تعيين كلمة مرور الخصوصية أولا إذا كنت لم تعين كلمة مرور ليست لديك كلمة مرور والهاتف الجديدة فهنا تتوجه إلى الأعدادات تضغط على الأعدادات تقوم بتعيين كلمة مرور يمكنك اختيار أما بالأرقام أو استخدام كلمة مرور أخرى هنا لديك عدة خيارات نقشة أبجدية رقمي أو أرقام سوف نقوم باختيار النقشة بعد ذلك نقوم بتحديد النقشة هنا سوف يطلب منك اسم أو سؤال الأمان في حال نسيت كلمة المرور الخاصة بتطبيقاته فسوف يطلب منك سؤال الأمان السؤال هنا ما هو اسم المعلم السابق ويمكنك اختيار اسم آخر مثل اسم الأم الأب اسم مدرسة وغيرها سوف نقوم على سبيل المثال بكتابة اسم المعلم هنا يمكنك تعيين بريد إلكتروني تعيين بريد إلكتروني للاسترداد كحماية إضافية ونضغط على تشجيل هنا في هذه الخطوة عليك بتحديد التطبيقات التي تريد إضافة كود إليها على سبيل المثال سوف نختار هنا معرض صور تطبيق صور وقمنا بإضافة كود للصور الخاصة بنا بالعودة إلى شاشة رئيسية عندما نضغط على معرض صور كما تشاهدون يطلب منك كود كلمة مرور الخصوصية وهكذا بهذه الطريقة تكون ضفط حماية للتطبيقات الخاصة بك هذا كل شيء ترجمة نانسي قنقر